أهلا بكم إن هذا حوار مهم في عالم العيون وهبدأ الحوار بخصة مسيرة دافنشي العالم الرسام الأكثر شهرة في تاريخ الرسم عبر العالم كله برسوماته المشهورة بلوحاته لها قيمة كبيرة جدا عملوا دراسة خاصة بلماذا دافنشي عنده هذه القدرة على التكسيم هذه القدرة على إنه يطلع رسومات فيها كثير من الأخرية الدراسة دي دراسة بريطانية ونشرت في مجالة جاما لأمراض العيون قالت إن السبب في الإبداع اللي حققوا الرسام الإطالي الشهير ليونارد دافنشي جاي من إصابته بحالة طبية شبه ندرة أو تعتبر غير مشهورة أصابت عيني كانت تلك الإصابة هي يعني كان هذه الحالة هي السبب في الدقة التي رسم بها دافنشي أبعاد الأشياء على الأسطح الملسأ عملوا دراسة عميقة جدا لكن وصلوا في الآخر إنه دافنشي كان يعاني من حول في عينه اليسرى في العين اليسرى في نحو عشر درجات مقارنة مع الحالة الطبيعية للعين اللي خلاه عنده ميزة عن غيره إنه بيرى الأشياء أقرب إلى سري دي من غيره من الرسمين اللي عصروا في الوقت ده طبعا الدراسة كانت صعبة لإنه دافنشي كان غير موجود مات من سنين بويلة وكل اللي قدروا يعملوه إنهم بدأوا يعملوا أو يعتمدوا على لوحات ستة أعمال ذاتية لدافنشي كان من بعينها لوحة سلفادور موندي وطبعا نحن المعبدان طبعا المهتمين بالرسومات عارفين كويس جدا قيمة هذه اللوحة وقيمة اللوحات وقيمة ليونارد دافنشي كان السام بس تبقى العين فيها الكثير جدا من الإبداع والإعجاز من ربنا سبحانه وتعالى النهاردة حوار يدور حول العين يدور حول الحاول أكيد مع ضيفتي العزيزة دكتورة الندمين مداوستشاري طبعا وجرحات العين ومدرس طبعا وجرحات العين صاحب الدكتورات طبعا وجرحات العين بكلية الطب وزميل ك Chingريت الجرحين الملكية والمجلس العالمي لطبعا وجرحات العين والجمع districts والأوروبية لطب وجرحات عين الأطفال أهلا بك يا دكتورة منوراني وأبدأ بالمعتقدات الخطأ بأعتقد الكثيرون أن الحاول ليس له علاج إلا الجراحة يعني أنت عندك مشكلة طفلك أحوال تعال هنعمل للجراحة هو ده طبعا من أكثر المعتقدات الخطيئة وللأسف دي يمكن من الحالات الأوليلة قوي اللي الأهل بيفضلوا فيها الجراحة على أي حاجة تانية يعني أنه ممكن يجي لنا طفل والطفل ده إحنا دايما بنقول أنه الجراحة دايما هي آخر ملاذ للطبيب عمر ما الطبيب ما بيروح للاتجاه الجراحة إلا لما بيستنفس كل الوسائل في حالات أصلا حلها مش جراحي ما فيش مجال فيها للجراحة يعني مثلا زي حالات الحاول الأنسي التكيفي أن طفل عنده حاول داخلي وأهله شايفين أن الطفل ده عنده حاول وعني الاتنين داخلين أو رايحين ناحية بعض أبسط حاجة بيجوا يقولوا إحنا عايزين نعمل جراحة عشان الحاول ده يختفي والمشكلة أنه الأهل في السن الصغير ده بيبقوا رفضين تماما أن الطفل يلبس ندارة في حين أن حل المشكلة دي الوحيد هو أن الطفل يلبس ندارة لأن ما بتبقاش المشكلة عنده في عضلات العين الطفل ده بيبقى عنده طول نظر وبالتالي علشان خاطر أتغلب على المشكلة دي أن الطفل عنده طول نظر وبالتالي هو مش شايف كويس والعين المخ بيدخل زي أي ما بنبص على أي جسم قريب إحنا كإنسان عادي بنلاقي عنينا دخلت لجوه هو عنده الجسم البعيد زي القريب المخ بيعمل نفس الموضوع بيخلي العين تدخل لجوه علشان يقدر يبص على الحاجة وبالتالي هو ما عنده مشكلة حقيقية هو عنده رد فعل طبيعي من المخ لحالة طول النظر اللي عنده ما ينفعش أتدخل جراحيا ما ينفعش أعمله جراحة كل اللي أقدر أعملهله إني أريح العين دي من طول النظر اللي عندها بإن أنا ألبسه ندارة ده مثال للحالات اللي أصلا لا يصلح فيها التدخل الجراحي في الحاول نيجي حتى للحالات اللي هي محتاجة تدخل جراحي بتبقى الجراحة آخر حاجة بنالجأ له يعني اللي نفرض أن الطفل ده عنده مشكلة في النظر لازم يلبس ندارته الأول ونظره يتظبط عشان أعرف زاوية الحاولة الحقيقية بعد إصلاح النظر لو كان عنده كسل في العين لابد أن يتم علاج كسل العين قبل ما نحن ندخل ونشتغل جراحيا لازم العين دي تبقى في وضع ثابت بتشوف رؤية أقصى رؤية ممكن نقدر عليها علشان نقدر نجيب زاوية حاول نقدر نشتغل عليها ما نلاقيش بعد كده أني فيه مفاجآت أن أنا أجي صلح له نظر وبعد كده ألاقي العين راحت في اتجاه تاني ده دي النقاط الأساسية دي النقاط الأساسية برضو من المعتقد المشهور أنه الحاول علاج لكسل العين ده ده معتقد صحيح؟ هو ده معتقد شبه صحيح بمعنى أنه الحاول مش علاج لكسل العين هو الحاول بيبقى علاج لبعض حالات كسل العين يعني لو الحالة من الأول كسل في العين نتيجة حاول علشان نفهم هو يعني إيه كسل العين؟ كسل العين معناه أن المخ عندنا عينين الصورة في كل عين مش جاية شبه العين التانية يا إما العين دي ما بتشوفش زي العين التانية فيها مشكلة في الرؤية أو أن العين دي بتجيب صورة مختلفة عن العين الأولانية جايبها واحدة بتبص الأدام والتانية بصة للجنب شوية أو للداخل شوية وبالتالي جايبها صورة حاجة تانية بيبتدي المخ يختار عين من الاتنين ويتجاهل العين الأخرى ما يتعاملش معها فبيحصل الكسل فلو عندي كسل العين نتيجة حاجة زي كده زيادة انحراف العين أو حاول في العين هيبقى الحل أن أنا صلح الحاول لكن لو الكسل نتيجة مشكلة في الرؤية أو مشكلة في الانكسار البصري لازم أول أصلح ده بالنظارة واعمل تدريبات بالعين زي ما احنا شايفين كده بتغطية العين وإذا كان الكسل ده هو بعد كده اللي نتج عن حاول بيبقى علاج الحاول لمجرد علاج انحراف العين مالوش علاقة بالكسل لأنه بيبقى نتيجة قبل ما يكون هو سبب لكسل العين لأن الاتنين بيمشوا في دايرة مفرغة الحاول ممكن يسبب كسل والكسل ممكن يسبب حاول يعني إذا الصورة احنا شايفينها ديه ونرجع لواحدة منهم بتاع تغطية العين لصورة علمية لها فايدة كويسة جدا للعين أقوى علاج معتمد بكل الأحدث الأبحاث العلمية في مجال كسل العين وفي مجال علاج كسل العين هو تغطية العين لفترة من الزمن إن أنا بقى الاختلاف هل أغطي العين بصورة كاملة هل أغطي العين لجزء من اليوم هل أعمل تبديل ما بين العينين لأن ممكن يحصل حاجة ودي ما يعرفهاش قوي دا كترة العيون بيبقى أكتر عارفينها دا كترة عيون الأطفال إن ما ينفعش أغطي طول الوقت عين واحدة لازم يبقى فيه تبادل ما بين العينتين علشان ما يحصلش اللي احنا بنسميه الكسل العكسي إن من كتر ما أنا غطيت عين التانية هي اللي بتكسل لكن تغطية العين هو العلاج الأوقع والأكثر فاعلية في علاج كسل العين في ناس بعض الناس كانت بتغلط وتقول إنه تغطية العين بتخلي الطفل عامل زي الطفل القرصان ومش عايفه بيشتغلوا عامل نفسي الكلام دا غير علمي صحيح علميا غير صحيح غير صحيح تغطية العين علميا موجودة في الكتب الحديثة في الأبحاث الحديثة وغير كده يعتبر كلام خاطئ الغرض منه تجاري إن أنا بجر العين إن أعمله عملية ربما لن يستفيد منها بل يضر منها بدرج كبير جدا وطبعا العمل الألعب على عمل النفسي إن أنا أقول للطفل بقى هيبقى عامل زي القرصان ومش القرصان والكلام دا دا كلام مش علمي وللأسف خيل في أوقات معينة وللأسف أنا سمعته لما سألت بعد كده عن مصداقية هذا الكلام طلع أنه غير ضقيق وغير صحيح على الإطلاق هنروح لي سؤال ومعتقد شهير جدا إنه الناس الكبر في السن عندهم حاول فيعتقد إنه خلاص هو كبر وما هتعمل له إيه مفيش عملية أو مفيش حاجة هتقدر ترجع له عينه طبيعية بقى للموقع خلاص عدى السن اللي يتعالج فيه دا معتقد مشهور جدا دا معتقد خاطئ جدا أكاد أقول إن علاج الحاول في السن الكبير أسهل جدا من علاج الحاول في السن الصغير لكن النتيجة مختلفة بمعنى إن علاج الحاول في الكبر بيبقى لاستعادة شكل العين يعني لو في إنسان عنده حاول وعينه زي واحدة في اتجاه والتانية في اتجاه تاني بمنتهى السهولة بيتم التعامل مع عضلات العين وإعادة العين لشكلها الطبيعي في حين إن في الأطفال بيبقى المطلوب استعادة شكل العين واستعادة وظيفتها كمان فالتعامل مع الحاول في الأطفال لازم يكون بحذر ولازم يبقى بعد زي ما قلنا إصلاح كل العيوب المصاحبة سواء كان كسل في العين أو مشاكل في الرؤية قبل من قرر الجراح إنما في الكبر بتبقى الصورة واضحة بتبقى زاوية الحاول سبتة بتبقى زاوية خلاص اتكونت على مدى السنين بيتم إصلاحها بإجراء جراحي بسيط جدا ما لم تكن الحاول اللي أصاب الإنسان الكبير ده نتيجة إصابة ففي الحالة دي بنستنى على الأقل لازم من 6 إلى 8 شهور لأن الإصابة دي ممكن بسهولة هي لوحدها تخف وما يبقاش محتاج للجراحة دي برضو من ضمن المؤتخدات السائدة إنك هتعمل عملية تحاول هترجع تاني آه هي كلمة هترجع تاني دي دايماً يعني هي السؤال اللي هعمل عملية أيوة طب وهترجع تاني إمتى هو طبعاً مش الطبيع إن إنسان يعمل جراحة ويبقى متوقع إنها وإلا ما كانش هيبقى ليها لازمة هو فيه لبس إنه عشان الناس تفهم جراحة الحاول جراحة الحاول دي إحنا مش بنشتغلها بمزاجنا إحنا بنشتغل على عضلات العين بنحركها بنسب سبتة عالمياً موجودة في كل التكست بوكس والمراجع العلمية إن لو زاوية الحاول بمقدار كذا بنحرك عضلة العين بمقدار كذا بنسبة من 10 إلى 15% من العيون أنا للوقتي عضلة العين دي زي أي عضلة في الجسم أنا لو جيت بسيط لعضلة طلعت العضلة بتاعة الدراع عندي تشريحياً وعضلة حضرتك تشريحياً الاتنين تحت الماكروسكوب هيبقوا نفس العضلة لكن أنا أقدر أشيل 30 كيلو حضرتك تقدر تشيل 100 كيلو 150 شكراً وبالتالي إن قوة العضلة محدش يقدر يتوقعها بنسبة 100% فأنا ممكن يبقى عندي زاوية الحاول دي علشان أشد العين أحرك العضلة 2 ملي تطلع لقص العضلة كان ضعيفة محتاجة تتحرك 2 ملي ونص ده بيبان في أول 6 شهور بعد الجراحة وبيتم التعامل معاه بإجراء بسيط لأن دلوقتي بإينا بنقدر كمان نعمل عمليات حاول بنسميها عمليات رجعية أو عمليات يمكن إن إحنا نقدر نتحكم في العضلة بعد الجراحة لكن كلمة إن عمليات الحاول مطاقع إن هي ترجع دي طبعاً كلمة غير صحيحة على الإطلاق وإلا ما يبقاش الجراحة لها لازم أصلاً مثلاً في حالة زي دي حالة زي دي كانت حاول في كبير من الصغير يعني دي كانت في حالة بنت عندها 18 سنة وفعلاً الموضوع كان مأثر على نفسيتها جداً وأكيد في مجتمعات معينة كمان بيبقى التعامل مع الموضوع ده بيبقى أكتر قوة وبيأثر على الحالة الاجتماعية كمان للإنسان وعلى شغله وعلى عمله وعلى علاقته باللي حواليه وكانوا فقدين الأمل للأسف والبنت عندها حوال من وهي صغيرة وبيتعاملوا معها هي كده وهي جيالنا كده ودي خلقة ربنا وما هنعمل فيها إيه خلاص بقى كان اللي مفروض نعمله عملناه من زمان وبالرغم من كده هي عملت الجراحة تاني يوم البنت كانت عينيها كويسة جداً فرقت في حياتها وفرقت في تعاملها وفي ثقاتها بنفسها وتعاملها مع اللي حواليه طبعاً كل شيء خدقت ربنا حتى الحال المرضية ما هي تواجدت كده لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدواء جعل المشكلة وجعل لها دواء لازم نلجأ له لازم نحن في عالم الأسباب عالم الأسباب لازم نلجأ للأسباب الحالة دي مثلاً الحالة دي مثلاً كانت حالة عندها انفصال شبكي قديم وبين حتى في العين أن العين اليمين مش شبه العين الشمال الريد ريفلاكس أو الرد الانعكاس بتاع صورة العين بالضبط كده واضح أن هو مختلف في عين عن العين الأخرى وبرضو كانت من زمان عندها انفصال وانفصال قديم وما بيتصلحش وكانت شايفة أنه خلاص ما فيش فايدة وما فيش أمل والعين هي كده وده فيها انفصال هتتصلح ازاي وهشوف بيها ازاي بالرغم من أن العين الرؤية فيها محدودة لكن ده ما يمنعش أن احنا نستعيد الشكل الطبيعي للعين ده منظر العين من تاني يوم يعني بين حتى الحمار بتاع الجراحة وتاني يوم الستة كانت طبيعية وما كانش فيها أي مشاكل لكن المشكلة أن الناس بتبقى متوقعة أن ما فيش مجال للعلاج في السن الكبير ده هو السؤال دايما برضو اللي بيفرض نفسه يعني هل المعتقد هل الحاول يصلح فورا ولا يعني ولا ياخد وقت لا هو هو السؤال لي شقين هل أنا لازم أصلح الحاول دلوقتي حالا وهل لو صلحته دلوقتي حالا هيباني النتيجة دلوقتي حالا هو أولا بأننا لازم أصلح الحاول دلوقتي حالا أول ما يظهر دي لا طبعا ده بيعتمد على سبب الحاول يعني لو جاي لي مريض زي كده وعنده مشكلة وخلاص الحالة المرضية بتاعته معروفة طبعا الحاول يتصلح دلوقتي حالا لو طفل لازم الأول زي ما قلنا نتعامل مع العوامل المحيطة به سواء كسل سواء مشاكل في الرؤية لكن لو هي حالة زي ما بنقول أو حالة حاول ابتدائي طبعا لازم يتصلح أو يتصلح بسرعة عشان هو ما يسببش كسل في العين بعد كده لكن لو حالة مثلا إصابة زي ما قلنا يعني هنا كان عندنا حالة شلل في العصب السادس وفضلنا فعلا بنتعامل مع المشكلة ابتدت حالة المريض تتحسن مع الوقت وابتدت حالة عينه تتحسن مع الوقت بعد كده بنشتغل على زاوية الحاول بعد ما كنا هنشتغل على زاوية حاول 80 لقينا إن هو بعد 6-8 شهور صلحنا زاوية 40 وبالتالي لو كنا صلحنا الزاوية دي من الأول كان المريض هيواجه مشكلة حاول وحشي بدل ما كان عنده حاول أنسة من المعتقدات الشهيرة برضو اسبر على الطفل لما يكبر الحاول يتعدل لوحده دي بقى معتقد مش بس خاطئ ده معتقد قاتل لأن الطفل دوت لو أنا صبرت عليه زي ما هم بيقولوا هنشوف الحالات اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي اللي هي بقى لها كتير ومهملة المشكلة كمان في الطفل إن هنا بأثر على علاقة العين بالمخ الطفل زي ما قلنا في الأول هو عين في مرحلة نموه علاقتها بالمخ علاقة تدرجية ما بتتكونش مع الولادة لو في مشكلة في العين في مراحل عمر الطفل الأولى بتأثر على وظيفة العين يعني أنا الأهل بيجوا يقولولي أنا عندي مشكلة في الحاول أنا مشكلتي شكله أقول له حضرتك مشكلتك الحاول ومشكلتك شكل الطفل أنا عندي مشكلة أهم وظيفة العين دي إن العين دي هتعيش مع الإنسان ده 80 سنة لأدام هل هحافظ عليها دلوقتي وصلح الحاول بحيث إن أنا أحافظ على علاقة المخ بالعين ولا ههملها بحيث إن يحصل كسل في العين دي حتى لو صلحتها بعد كده شكلا مش هتتصلح وظيفه السؤال التاني اللي بفرط نفسه هل الليزر له دور بتقدم التكنولوجيا في علاج الحاول الإجابة لا الإجابة لا وهنقولها كل مرة وهنصمم عليها ومش هنزهق لدرجة إن الناس خلاص بقت تيجي إن الناس بقت تيجي في العين دي تقولي إحنا مش هنعمل ليزر إحنا مش هنعمل ليزر يعني إحنا نجحنا وأدى بقولهم أنا لو إنتوا طلعتوا من الموضوع بكده بس أنا مش عايزة أكتر من كده يبقى إحنا نجحنا يبقى إحنا نجحنا يبقى إحنا المفروض إنه جامعية أطباء أطب الأطب الأطفال توجه لنا شكر لكن محدي شكرنا المفروض إحنا بننشر رسالة إحنا محدي شكرنا لكن إحنا بنضلع لهم البيان ولا حد قال إنه أنا عملنا جاهد هم عملوا البيان لكن الإعلام هو اللي نشر البيان الإعلام اللي هو إحنا يعني إن إحنا اللي نشرنا البيان ده وأكدنا علي مش مرة لأن أنا مؤمن إن الإعلام ليس مرة وبما إني عضو في الجامعية أنا بتوجه حضر طيب الشكر شكر جدا أنا بهزر طبعا أنا بحب أهزر يعني لكن إحنا مش محتاجين حد هي رسالة مهمة ولازم ترسل للناس لأن هي بتدمر عيون أطفال كتير أنا عايزة أقول يعني إن إحنا بذلنا مجهود لأنه الناس كانت مصدقة إن الليزر بيان دقيقة وكان فيه انتشر الفكرة دي وصلحناها للناس وأصرنا عليها لمدة على الآلة دلوقتي يمكن ثلاث سنين شغالين على محو هذه الفكرة وأثبات فكرة أن الليزر لا يسأله دور في علاج الحمل أنت نورتيني وأسعدتيني والحقيقة كالعادة يعني بسيستم وبأسلوب راقي جدا ومنظم علمي دخل جدا في منطقة لازم يبقى فيها الإسلوب منظم وتخفيق وعلمي جدا 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 وهي منطقة حاول الأطفال وعموما العيون الأطفال ضيفة العزيزة دكتورة نرمين البدوي نرمين بدوي استشاري طب وجرحات العيون مدرس طب وجرحات العيون صحيح الدكتورة طب وجرحات العيون بكلية الطب وزميل كلية جرحين الملكية البريطانية والمجلس العالمي للطب وجرحات العيون والجمعية الأمريكية لطب وجرحات العيون والأوروبية لطب الأطفال نورتيني وشرفتيني في الناس الحلوى خليكم دايما مع ناس الحلوى وخلي باتكم من عيون أطفالكم لأنهم طبعا أكيد أحلى الناس الحلوى إحنا عندنا يعني تعامل مع الإمساك في العالم العربي وفي مصر تحديدا نقدر نقل كده بقل التقدير سرطان المستقيم وسرطان الشرك